كيبدأ الفيلم دينا مع واحدة روينة واقعة في العالم والسبب هو انتشر وباء الزومبي ودباره وصل للميريكان نرى واحد الصحافي منين يعرف البلاثة التي فيها الزومبي لن يصور وتماكن التالية مع الزومبي النيت في القطاع أخرى نرى ولد يجري في ملعب ديال الريقبي وكان صاحبه تابع عمر ما تحول الزومبي ولد مسكين عيو طاح فطاح فوق منه صاحبه وعده وبالزربال وباء انتشر في ميريكان وكانوا ما زال الناس عايشين ولكن هربانين حتى تصل للمبتهم بحل هذه السيدة التي ضربت مع الزومبي وطيحاته ومنين لا تتأكد ما مات رجع ناضليها وعدها في بلاثة أخرى كان واحد اسم ميتو مارك من أغنى رجل أعمال في ميريكان قلس في الحمام ودخل عليه زومبي تحت الباب وقتله في القطاع أخرى نرى واحد يدري اسم ميتو كول يتيمه متوحد ويدوز شهوره وهو غير في الضار لا يخرج وبسبب هذا ما لم يكن يعرف ما ينشي زومبي في العالم وهو كان عايش باخير غير بوحده حتى يسمع الدقان في الباب وكان صوت البنتك تطلب منه يعاونها فتح ليها ودخلت وحتى كانت خايفة عن النقاط وحتى تعتقها هذه غير جارته لسميتها أندريا قلت له بالذي تبعها شي واحد حمق وعدها مورها كول بقى كيواسي فيها ويصبرها حتى نعسات لغت ليه غير فاقل قهت حولت وولت زومبي وتما هجمات عليه ولكن هو هرب ودخل الحمام ودخلت عليه قبل ما يسد فهزت لغتا دي الحمام وضربها الرأس ولكن لم يقع لها أولا خرج من تمام وقام صدوم من هذه الوحشية التي يرى فيها هنا رجعت خرجات عند وجهة تجري له ولكن هذه المرة ضربها بهذا الغطاء على جهده وكامل حتى ماتت مور مداز التيمان على هذا الشيء الذي يقع في ميريكان قرر كولي خرج من الضار ومشاك يقلب على سوبر مارشي خدام على السلحة بابا حيث بابا كان خدام في الجيش ولكن مات في مهمة من خرج لم يرى أحد في المدينة وكلها كانت تخاوية وصل للسوبر مارشي وريد أن يفتح الباب فأسمع شيء صداع وهنا خرج تتقبله زومبي هرب منه لوحة طنوبيل ودماره وحتى حساب له فلت منها ولكن رجع خرج لي واحد الزومبي آخر كان في الطنوبيل لور مع الخلعاء كول دخل في حيط وبقوة ضربة الزومبي نقز وخرج من الزاجة ودخل في الحيط وخهكك موقع الزومبي والوارجع ناضب كول تيرا فيه بالسلاح وهذه المرة عاد مات في النهار الثاني خرج المدينة يقلب يقدر يلقى شخص عيش ولم يرى بهذا المرض ولكن كانت المدينة أخاوية ولم يحتاج أحد قليلا في طنوبيل جاية فخافوا وتخبع ولكن الطنوبيل وقفت حداه نزل منها واحد سيدة اسميته طالاسكي وقال له يالله أخرج معي كول خاف ولم يستطيع أن يذهب عنده ولكن طالاسكي يطمن وقال له بأن يرغم قيوص فاركب معه كول مراهش أده الطريق وشربه قليلا كول سيقوله كيف تبقى عايش حتى الدابة طالاسكي يجاوبه ولم يكن يخرج من الدار ولم يكن يعرف كيف يقع هذه المدة كلها ولكن واحد النهار دخلت عليه مرته وابنته وكانوا محولين الزومبي وكانوا يجمع عليه ولكن فلت منهم كول عاود يحتوي على القصة الجارته ودكش كله الذي يقع عليه حتى الدابة من بعد وقفوا حدى الطنوبيل عمره بالحلويات فتحوها وكانوا بغوا يأكله حتى أربع أيام لم يأكله ولكن لقوا كل شي فات له تاريخ الصلاحية وداره بناقص كول قال للطلاسكي رأى ممكن أن يكون الشامل لا يوجد زومبي ليس بحال هنا طلاسكي يجاوبوا رأى العالم كله أو زومبي ليس بمدينتنا من بعد وقفوا للسوبرمارشيز قد يأكله ومياكله غير دخله طلاسكي يشد الغيطار وبدأ يضربه لكي كان زومبي يخرجه هذا قبل أن يغفلوهم وفعلا تم جي واحد الزومبي ولكن ضربوا طلاسكي بالغيطار وقتله كول خرج له واحد حتى هو ولكن خافوا هرب وهنا اطلق له طلاسكي وضربه بالغيطار حتى هو وقتله ومور شوية خرجت لهم بنت كانت لم تقيوصه بالفيروس وسميته شيتا هي قلت لهم محتاجكم تعاونوني فمشوا مع هذا الداخل للسوبرمارشي من اندخله أعرفتهم باختالي سميته صار ولقواها كتب كي حتى تعضيها زومبي شيتا جراتهم من حدها وقلت لهم أنا بغيتكم تقتلوها حيث لا نستطيع أن نرى تحول الزومبي وتتعذب طلاسكي اخذ المبادرة وكان يترى فيها ولكن شيتا حبساته وقلت لي دعني أنا نديرها اخذت منه السلاح وهنا ردت الجهة كوله طلاسكي وهدتهم بعضهم الطريق وخرجتها واختها هذه الخواتات كانوا متافقين ودائرين هذه الخطة لكي يسرقوا لهم السلاح وفعلا سرقوه وخرجوا وصرقوا طنوبي التهي وهذا سيذهب إلى المدينة الملاهي التي كانت في الشمال على أساس لا يوجد زومبي أما كوله طلاسكي يكملوا الطريق كي يمشوا وكان كوله يردلوا ما في حيث هو الذي أعطها السلاح شوية شفوا طنوبي الزوينة بثاف وقفة بوحدها قربوا الجهتها بشوية ومنين تأكدوا أن ما فيها أحد مشوا وقلبوها وتصدموا فشل قوسك عامر بالسلاح وهنا فرحوا بثاف طلاسكي بكثرة الفرحة بقى كي تيري بالعقل في السماء مراهارك بفضك الطنوبيل ومشوا وفي الطريق رأى طلاسكي الطنوبيل من بعيد ووقف في نص الطريق وقال الكل يبقى هنا ومشى هو يتأكد لي أن يكون شيء فخ آخر من الخواتات ومشى أحد الطنوبيل وقرب ليها ومنين لم يبالي حد قال الكل صافي غير أجي مكينواله حيث غالبا ستكون وقفات بهم وكملوا الطريق على رجليهم وغير طلعوا الطنوبيل وتقدوا خرجت لهم صارة من النور وحطت طلاسكي السلاح في راسه وشدت منه السلاح الذي كان عنده هنا جاءت شيتا وقالت طلاسكي نزل طلع اللور انا اللي سوف ينصق وطرق كلها مشوا بهم تحت هذه السلاح دابان رجعوا بالزمان اللور قبل من هذه الكواريط التي وقعت في العالم نرى شيتا في ستاسيون اللي صنص عمراته موبيل ومنها خرجتك تقلب على شيء في الأرض جاء العامل ديال تمه وقال لها مالك هي قلت له نقلب على الخاتم ديالي اللي يطاح لي هنا وهو غالب كثير العامل قال لها صافي سنقلب لك عليه هي قلت له لقيت الخاتم ديالي نعطي 3.000 دولار مكفاءة ومراها مشت وهنا جاءت خطاة صار ودرت رسال قتل الخاتم منين يريد أن يأخذوا منها العامل قلت له لما نعطيه لك إذا أريد أن يخلصني العامل اكترت ما أعطيها 1.000 دولار غير ما يشد فيه ذلك اللي قلت له شيتا صار غير شدات الفلوس مشتل قتل بخته وركبات معها وهذه كانت غير خطة من خطط النصب ديالهم وفي الحقيقة هذا الخاتم يسوي حتى 5 دولار سلاسكي يستطيع أن يشد منصار السلاح وبدأ يهدد فيهم ولكن حتى التاج بدأت سلاحها وبدأ يهدد في شيء هنا قلت له قلت لكم تهدنوا لأننا نتعاون مع بعدياتنا لكي نخرجوا من هذه المصيبة وفعلا سمعوا لها قدرتوا ونزلوا السلاح من بعد دخلوا المدينة لم يعرفوها وبدأوا يقلبوا على بلاصة في نيباته لأن يومين هذه منعسه لقوا واحد فيلادي الممثل سينمائي مشهور ودخلوا لها وقسموا الجوج لكي يقلبوا لكي كانت زومبي هنا وقلتوا في سينما وقلتوا يتفرجوا في الفيلم أما تلاسكي وشيتا كانوا في الصلاح يلعبون الغولف ثم دخلت زومبي جي من مور تلاسكي ولكن جاءت له شيتا وضربته بالعصى ديال الغولف وهنا عاد عارفوا أنه إنسان عادي ليس زومبي وهو ملهاد الفيلا وسميته لوكاس تلاسكي يفرح بثاف حيث آخيرا تلقى بالممثل الذي يعجبه تلاسكي يقول لكي يرفرسك هذه الحالة فقال له قدرتها لكي لا تخلط مع الزومبي لا يعرفون ماذا طبيعي من بعد يقلبوا على كله صارة وقروا يديروا فيهم مقلب ويخلعوهم ولكن غير تخلع عليهم لوكاس بهذه الحالة وحجة كي يشبه للزومبي بالصح كول تخلعوا بالزربة ترافيه وقتله وهو ما بقى فيهم الحال عليه ولكن اللي وقع وقع من بعد وزولي لكي يلعبوا مع بعضياتهم في الصباح من انفق تلاسكي وكول وجدوا البنات اخذوا الطنوبي وهربوا وعوداني الخواتات لمشأوا المدينة الملاهي فلقوا اثناء خاوية وما ينحد هنا تحمسوا وناضوا وخدموا الألعاب كل هذه اللي كانت أممه ومورها طلعوا يلعبوا في الألعاب وفرحانين وتما كي يبدأوا الزومبي تجمعوا عليهم من جوه كاملين حيث شافوا الضوء تصدع البنات تخلعوا وهربوا وشيتاء كثيرة فيهم ولكن بلا فايدة حيث كانوا كثير بزاف اخذوا الطنوبيل ولكن خسرت بهم وتلاحظوا في البحيرة اللي في الملاهي وهنا قدروا ينزلوا منها قبل ما تطيح بقى تشكت ضرب فيهم ولكن الزومبي تابعينهم حتى تطلعوا البنات الوحد اللعبة كتبقى تطلعوا وتهبط بهم الزومبي بقى تحت اللعبة كي يتسنوا وهم يهبطوا ولكن صارت ضربة جهاز تحكم اللعبة وهكذا اللعبة وقفت بهم الفوق وبقى مع القيناة تم نمشي ودبعا طلاسكي وكول ما زالوا في الفيلا كول قالوا خاصة نمشي ونقلبوا على البنات فجاوبوا طلاسكي مردك شي كله اللي داروا فينا ما زال بغي تلقاهم وتعتقهم ولكن كول بقى معه تقنعوا ومشأوا وقلبوا فلقوا الطنوبيل في القارج في الفيلا ركبوها وشدوا الطريق الملاهي حيث عارفوا البنات هذه هي البلاسة اللي بغاء يمشي غير دخلوا الطنوبيل لقوا جموعة الزومبي فقتلوا منهم الزاف ومن الذين نزلوا الطنوبيل اللي اخذوا البنات غارقة فحسابهم صافي غرقوا وماتوا ولكن شوية سمع الصوصهم جاء من اللعبة اللي معلقين فيها طلاسكي قالوا كل سير نتعاونهم وانا غدين شدت نتباه هذه الزومبي باش ميجوش لكم وفعلا سلحوا بدك يغوت تحت جمعوا عليه الزومبي وتبعوه ركب في لعبة كالدور وبقى كتيري فيهم حتى تكملي هالقرطاص هبطوا مشى اللعبة للصيد وتخليها وصد عليه وخد السلاحات اللي تماموا بقى كتيري بهم على الزومبي اما كل حتى هو كانوا تبعين الزومبي ولكن داز من تحت واحد اللعبة وخلها تضربهم وهقاتلنا منهم وصل عند البنات فلقى واحد من الزومبي يخدم لللعبة من الجهاز الاحتياطي وكان طال عليهم ولكن جاله كل في اخر لحظة وقتله وهنا قدروا يهبطوا البنات باخير شيت تغيرها بطاط عن نقات كله وطلبت منه اسمح على ذلك الشي اللي دارت وهنا اعترفت لي بالاعجاب ديالها له اما طالس كيف صفى هذا الزومبي ديال الملاهي كلهم ومن هذه اللحظة تصلحوا مع الخواتات وقروا يكملوا الرحلة لهم مجموعين حتى يلقوا حل هات الزومبي وهنا تسألة الفيلم ديالنا انتمنى الملخص يكون أعجبكم وما تنساوش تفرجوا في الملخصات الفايتا وديروا اشتراك باش تفرجوا في الملخصات الجاية تهلا وانتلاقوا في الفيديو الجاي